دلوقتي معد مجاز الأهم الأخبار مع دين شكرا لك شازلي أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالي أحمد كوجك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي لموازنة العامة ووجه الرئيس السيسي بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتصقة مع ضماني توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين كما وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي لموازنة العامة وزيادة إرادات الدولة وإثثمارها عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة بالشأن مدرسة التابعين شمال قطاع غزة والتي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي مما أصفر يعني استشهاد نحو مائة شخص بينهم نساء وأطفال وخلال الجلسة حضر منذوب الجزائر لدى المجلس عمار بن جامع من استمرار إفشار الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وأكد منذوب الجزائر أن المذبحة المروعة التي استهدفت مدرسة التابعين والمذابح السابقة لم تكن لترتكب دون المساعدة المالية والعسكرية لإسرائيل من جانبها قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرانفولد إن وقف هذا التصعيد بالمنطقة يبدأ بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري وإطلاق صراح المحتجزين بقطاع غزة وخلال الجلسة قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور إن إسرائيل ترد على محاولات التواصل الاتفاق لوقف إطلاق النار بارتكاب مجازر وأضف منصور أن قوات الاحتلال تستهدف الفلسطينيين وتعمل على نشر المجاعة والأمراض موضحا أن إسرائيل لا تكترث بإدانات مجلس الأمن وتتجاهل بياناته وفقت الولايات المتحدة على صفقة أصلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار وقالت الخارجية الأمريكية في رسالة إلى الكونجرس إن الصفقة ستحسن قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الراهنة والمقابلة مشيرة إلى أن الصفقة ستشمل مقاطرات إفس 15 و33 ألفا من ذخائر الدبابات تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 25 صاروخا باتجاه منطقة ميرون وسقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات وقال حزب الله في بيان إنه استهدف قاعدة جبل نوريا والتي تضم قوات ملواء جولاني الإسرائيلي وأضاف الحزب أن عناصره استهدفت انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع جبل الدير برشقة صاروخية وأصابوا إصابة مباشرة ختموا مجدأة ثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر